احنا تقابلنا اول مرة فينه انا مش فكرة تحرك ديش انت فكرتك بالموضا ده مئة مرة انا حاس انك فكرت لي وغريب بس انا بسقص بصراع معلش احنا سيدي اول مرة تقابلنا سنة 98 يبقى في المعهد احنا قدام لا مش في المعهد تقابلنا في برنامج سر الارض يا سلام الله رحمه السيد الحمد للدين كان المخرج وهو كان صاحب ابوها اوي وفي الفترة دي كان بيقنع ابوها انه يشتري حتة ارض واشتريناها فعلا الارض اللي في الصحراوي دي الارض اللي لازمين في بعض فانا كنت ساعت احب التمثيل وابتدى ايه كنت ساعت ابدالس في تجاره بس ابتدت ايه حابب اكتر الفن اه فروحت وقلت له انا عايز اطلع معك في سر الارض فقال لي تعالى الدني اوردر في الشرقية الساعة 6 الصبح ده ما بداية الندم فروحت هناك اشتغلت كل حاجة في اليوم ده اشتغلت ممثل عملت لي مشاهدين كده واشتغلت مساعد مخرج واتعرفت عليك انت وهيبه كامل واحمد ادم طبعا الارض الارض اللي اعظم وكانت معرفة سودا ده الارض اللي كان نجم السر انا حبيت سر الارض من الارض الارض ده شخصية اسطورية وهو لحد دلوقتي الحل اما بعمله في ايه حاجة بيدي بقى مسخر بقى شربات بس انت ساعتها انا مكنش لها شغل معاية انا مكنش قولي قدامك انت مش فكرني خلص يا ريز انا هزعل اكيد شغلانا مكنش معنى لا انت عارف انا اللي مستمديني هي ان انا اصلا مبفتكرش حاجة اه يعني انت لو سئلتني انت كالت ايه مبارح ولا هفتك اه بلا ان انا فاكر الحدث ده لانك علمت معايا في علم لان كان دمك خفيف جدا جدا بتبتحرجني يعني دلوقتي اه 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 انا مفتوب باني قولك انت معلمتش معايا بس لا ما انت برضو انت كنت بطل من الابطال اللي وانا كنت جاي يكون بارس يعني لا انا والله العظيم مفاكر بس انا كانت سر الارض بالنسبالي في الفترة دي اه اتنين كانوا بيصرفوا علي ابو يا الله ارحموا وسر الارض